افتتح سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة ورئيس مجلس إدارة شركة تطوير البترول ثلاثة مشاريع لشركة تطوير للبترول الكائنة ضمن حقل البحرين وقد افتتح وزير الطاقة المحطة الجديدة للطاقة الشمسية إضافة إلى وحدة المضخات الغاطسة الكهربائية ذات الطاقة العالية ومشروع العرمة التجريبي للاستخراج النفط الثقيلة وقد شهد وزير الطاقة بجهود شركة تطوير لاستكمال هذه المعالم المهمة للشركة ومواصلة تحقيق التقدم الاستثنائي في تطوير حقل البحرين لافتا إلى أن هذه المرافق الجديدة تثبت التزام الشركة للحفاظ على الموارد الطبيعية في المملكة وحماية البيئة إضافة إلى الاستمرار في المساهمة في النمو الاقتصادية هو مشروع محطة الطاقة الشمسية والتي تنتج حوالي ألف كيلوات من الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وهذه توفر عشرة في المائة من احتياجات شركة تطوير للكهرباء وتتكون من أربعة آلاف ألواح شمسية ثبتت على أراضي تطوير والمشروع تم إنجازه في إقل من سنة واحدة ورقم قياسي اشتركوا في القناة